وتشهد إيران سنويا حوادث جوية وسقوط طائرات من أنواع مختلفة حيث تسجل إحصاءات حوادث الطيران فيها أحد أعلى المعدلات في العالم ويعود السبب الرئيسي لتلك الكوارث إلى عدم إمكانية تحديث الأسطول الجوي وتوفير قطع غيار الطائرات بسبب العقوبات الغربية والأمريكية على طهران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر